رسالة تسالونيكي الأولى الأصحاح الأول من بولوسا وسلوانس وتيمثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله الآب وفي الرب يسوع المسيح عليكم النعمة والسلام نشكر الله كل حين من أجلكم جميعا ونذكركم دائما في صلواتنا نذكر أمام إلهنا وأبينا ما أنتم عليه بربنا يسوع المسيح من نشاط في الإيمان وجهاد في المحبة وثبات في الرجاء نعرف أيها الإخوة أحباء الله أن الله اختاركم لأن البشارة حملناها إليكم لا بالكلام وحده بل بقوة الله والروح القدس واليقين التام فأنتم تعرفون كيف كنا بينكم لأجل خيركم كيف اقتضيتم بنا وبالرب فعانيتم كثيرا إلا أنكم قبلتم كلام الله بفرح من الروح القدس فصرتم مثالا لجميع المؤمنين في مكدونيا وأخائيا لأن كلام الرب انتشر من عندكم لا إلى مكدونيا وبلاد أخائيا وحدهما بل ذاع خبر إيمانكم بالله في كل مكان وما بقي من حاجة بنا إلى الكلام عليه فهم يخبرون كيف قبلتمونا حين جئنا إليكم وكيف اهتديتم إلى الله وتركتم الأوثان لتعبدوا الله الحي الحق منتظرين مجيء ابنه من السموات وهو الذي أقامه الله من بين الأموات يسوع الذي ينجينا من غضب الله الآتي ترجمة نانسي قنقر